لو عايز تكون مدير أو في يوم للأيام يعني إن شاء الله أكيد هتكون مدير لو أنت عايز تتعلم إزاي تكون شخصية قيادية لو أنت عايز تتعلم إزاي يكون فيه ناس أنت بتأثر فيهم وبتحركهم كده يبقى الفيديو ده هو فيديو مهم جدا جدا ليك وفيديو كده ممكن تعتبره مرجع لي في الفيديو ده هنتعلم خطوة بخطوة إزاي تكون أنت شخصية إدارية وشخصية قيادية وفيه فرق بين الجملتين دول على فكرة فمتعودش بقى تدور بره كتير وتعود بقى تدور على هو الفرق إيه بين المدير والقائد وكل الكلام اللي اتحرق في ميت بوست ده قبل كده الفيديو ده هيكون هو المرجع المهم جدا ليك والله هيدي لك زي الطريق إنك تمشي عليه فيلا بنا نبتديه ونعرف إيه هي الزتونة في إنك تكون قائد أو مدير السلام عليكم أنا مايكل راشد وإنت بتشوف برنامج الزتونة في بداية الحلقة دي أحب أفكرك إنك تكون عامل اشتراك هنا في البرنامج ونفعل خصية الجرس عشان يوصلك أول بأول كل فيديوهات اللي بتنزل في البرنامج كل المواضيع اللي بتتقدم هنا في البرنامج ممكن تغير في حياتك ولو على الأقل كده بنسبة واحد في المال الأفضل فاتأكد دايما إنك تكون عامل الاشتراك في الفيديو ده إحنا هنتكلم في ثلاث أفكار بالزبط الثلاث أفكار دول هما اللي هيبنوا كده جواك فكرة القائد اللي أنت عايسوا يصلوا أو هيطوروا شخصيتك القيادية دي وأول فكرة أنا عايزك تكون بتعرفها هي إن القيادة درجات مش معنى إن أنا أكون قائد أو مش معنى يعني إن أنا شخصية قيادية كويسة معناها إن أنا كده ممكن أنزل وأقود كل الناس أو أقود بعض من الناس يعني في أي مؤسسة بالطريقة اللي دايما أنا شغل بيها القيادة درجات معناها إن فيه سلم للقيادة علشان أنا أتطور وعشان شخصية القيادية بان لازم أخذ السلم ده من أوله والحدة الجاية دي على كلام جون ماكسويل في كتابه development the leader within you أو تطوير القائد بداخلها طيب درجات القيادة هي إيه؟ درجات القيادة بتبتدي من الدرجة الأولى اللي هي الأساسية اللي لازم تعدي عليها في الأول واللي بيسموها self leadership أو إن انت تكون بتقود نفسك في الأساس لما حقق أول نقطة وأول درجة دي ينفع بعد كده أقود فريق والفريق ده بيكون مكون من 13 أفراد فريق ممكن يكون في الشركة أو فريق ممكن يكون من الناس اللي موجودين حوالي عادي وبعديها تيجي فكرة بقى قيادة فريق كبير اللي هو الفريق يعني المكون من أكتر من 50 واحد وبعديها تيجي فكرة قيادة المؤسسة أو قيادة منظمة كاملة وبعديها في الآخر خالص تيجي فكرة قيادة كيان كامل أو قيادة شركة كاملة أو يمكن حتى قيادة بلد كاملة أوبا الكلام كده كبر وسخن وعلي جدا واللي عايز أقول لك في الكلام ده وفي الفكرة الأولينية دي هي إنك بس عشان توصل للنقطة الأخيرة لازم تكون تتعلم إزاي تعمل ماستري أو إتقان في كل نقطة عشان تطلع للنقطة اللي فوقيها طب تعالي نبتدي واحدة واحدة ونتخيل كده أن أنت واحد لسه متخرج جديد أنت لسه طالع للدنيا فريش كده وعايز إنك تكون قائد في المستقبل أو عايز تطور شخصيتك القيادية فهنبتدي مع بعض من الزيرو والزيرو هنا هي فكرة زي ما قولنا السلف ليدرشيب أو أن أنت تكون بتقود نفسك في الأساس السؤال اللي هنا إزاي أقود نفسي زتونة فكرة القيادة الزاتية دي أني أكون أنا عارف أنا بشتغل إزاي في أي مكان أو إيه هو الدور الفعال ليا في أي مكان أنا عارف بالضبط أنا المفروض أعمل إيه فأنا بقدم كل حاجة ممكن أقدمها بكل أمانة وبقيس نفسي هل أنا بتطور فيها ولا ألا وبقيس كده الطريق بتاعي اللي أنا ماشي فيه بحاول أكون منظم جدا جدا في كل حاجة أنا بعملها وبحاول دايما أتحلى بفكرة العمل الجاد والمستمر وكأن أنا من الآخر مدير على نفسي بقيس نفسي في أني بعمل كل حاجة مطلوبة مني بإتقان وبقيس نفسي أني بطلع كل التقاط الممكنة في الشغل ده أو في أي مكان أنا عايز أثبت فيه الليدرشيب بتاعتي أو القيادة بتاعتي برضو بحاول أني أوجد لنفسي زي خطوات للتقدم في المستقبل فهي سلف ليدرشيب دي عبارة عن تلك جمال مسئولية تنظيم وعمل جاد دي كده كانت الفكرة أولية اللي أنا عايزك تعرفها شفت بقى الموضوع سعلي إزاي فهمنا أن فيه هرم للإدارة ولازم أطلعه خطوة بخطوة وبتبتدي من أن أنت تكون بتقود نفسك في الأساس نيجي بقى للفكرة التانية اللي موجودة في الفيديو ده وهي أن احنا هنبتدي نطلع في الهرم ده ونطلع بقى لفكرة قيادة الفريق وفريق كبير وإني أقود بعد كده أورجنيزيشن أو مؤسسة وفي الآخر خالص أن أقود كيان كامل لكن قبل ما نطلع الأربع خطوات دول أحب أقولك بس أن فيه مهارتين لازم يكونوا عندك طول ما أنت تطلع الهرم ده مهارة بيسموها management skill أو مهارة الإدارة ومهارة تانية أو مجموعة من المهارات التانية بيسموها leadership skills أو مهارات القيادة كلمة مهارات إدارة هي معناها كده أن فيه مهارات أنا بستخدمها علشان أدير المكان ده عشان يفضل المكان أو يفضل الناس اللي شغالين تحتي أو يفضل الفريق اللي أنا شغال معاه يفضلوا شغالين بفعالية لكن مهارات قيادة معناها مهارات بستخدمها في التواصل مع الناس عشان أضمن دايما أن الإدارة تكون موجودة بشكل كويس وعشان أضمن أن الناس دي أو الفريق اللي أنا بقوده يكون بيطلع أحسن نتيجة ممكنة وفي كل درجة في الهرم هنتكلم فيها دلوقتي كل المهارات دي هي اللي هتكون مطلوبة منك لكن الدرجة بتاعتها هي اللي هتكون متغيرة شوية فمسلا يعني بعد ما أنت تخرجت ولسه شاب فريش كده ودخلت شركة مثلا أو دخلت أي كيان بتشتغل فيه وحاولت أنك تعمل سيلف ليدرشيب بشكل كويس جي مديرك وقالك بقولك يا فلان أنت دلوقتي تستحق أنك تكون مدير فاحنا هنمسكك زي تيم ليدر كده أو زي مدير صغير على مجموعة من الناس عددهم ما يكترش يعني عن عشرة وعشان تدير للمجموعة من الناس دي لازم يكون عندك زي ما قولنا كده المانجمنت سكيلز أو مهارات الإدارة ولازم يكون عندك شوية ليدرشيب سكيلز أو مهارات قيادة فدول المهارات اللي أنت المفروض تشتغل بيهم ففي مهارات المانجمنت أو مهارات الإدارة أنا عايزك تتعلم تلات حاجات بس أو تلات مهارات بس اللي هتركز عليهم أول مهارة هي مهارة الهيكلة تاني مهارة هي مهارة وضع الأهداف وتالت مهارة هي مهارة البرفورمانس أو قياس الأداء اللي موجود في الهيكلة أنا عايزك بس تكون متأكد إن الفريق اللي موجود تحتك ده كل واحد هو ماسك تسك معين أو ماسك حاجة معانة بيركز عليها وعارف إزاي يديرها في وضع الأهداف إنك تقعد مع كل واحد إنت ماسكه وتحط له هدف هو بيجي وراء أو تحط له يعني زي ما بيقوله كده جول معين تارجت كده التارجت ده هو تارجت المفهود يعني يكون سمارت أو تارجت زكي وتكلمنا عليها قبل كده كتير والتارجت ده إنت بتكونه بتتضحوله كده في الأول بشكل كويس قوي وآخر حاجة خالص بتحط زي خطة لقياس البرفورمانس أو قياس الأداء عند كل واحد بحيث إن لو أي حد من الفريق الموجود عندك أثر في حاجة تكون عارف هو أثر في إيه وتاني نوع من المهارات يا فلان أنا عايزك تكون موجود عندك كده هي فكرة المهارات القيادية الليدرشيب سكيلز اللي هي عبارة عن كم حاجة أنا عايزك تركز عليها أولا فكرة الفيجن أو الرؤية عايزك تحط رؤية موحدة للفريق بحيث إن الفريق اللي أنت بتقوده ده يكون عندهم كده نفس الحلم إن هم يكبروا ويحتلوا يعني زي كده ما كان أكبر في المكان اللي أنت موجودين فيه سواء كانت في شركة أو في منظمة أو حتى في المجتمع من ضمن المهارات القيادية برضو المفروض تكون عندك هي مهارات الالايمنت أو الترابط بين الناس عايزك تخلي كل واحد شغال هو قادر يحس بزميله لجنبه وكأننا كده كلنا بنكمل بعض كل واحد شايف الترس بتاعه وشايف الترس بتاع زميله ماشي إزاي وعارف يشوف الكونيكشن أو التواصل بين التروس وبعضها ثلاث مرة لازم تكون عندك هي الكومينيكيشن لازم تكون عارف تتواصل مع كل واحد باختلاف ثقافات الناس المختلفة اللي موجودة تحتك وباختلاف الرؤية بتاعت كل واحد المختلفة اللي موجودة تحتك وباختلاف نوع شخصيته الرابع حاجة لازم تكون عندك هي فكرة أو المساءلة أو الاعتمادية إنك تطور وهو كل واحد تحتك فكرة إنه هو مسؤول 100% عن الشغل بتاعه والأكونتابليتي أو المسائلة أو الاعتمادية دي بنعملها إزاي أو بنطورها إزاي في حاجة حلوة جداً اسمها الأكونتابليتي لوب أو حلقة المسائلة تقعد كده مع كل واحد من العشرة الموجودين تحتك دول وتقوله والله أنا مستني منك إيه في الأول وإنت مستني مني إيه بعد كده تديله ترينيج أو تديله تدريب على الشغل نفسه عامل إزاي بعد كده تقيس نتائج الشغل بتاعته وتقعد معاه وتقوله كان فيه فيدباك أو كان فيه عندك يعني شوية كومنتات واحد اتنين تلاتة عايزين نتطوره وبعد كده ترجع تاني تحطه الاكسبيكتيشنز أو التوقعات اللي مسانية كل طرف من التاني وبعد كده تعمله برضه الترينيج التاني اللازم ليه وبعد كده إيه سنتائج بتاعته وبعد كده برضه تديله الفيدباك أو الكومنتات كل مرة الحلقة دي بتلف كأنك كده بتزود الاعتمادية والمسئولية عند الأفراد اللي موجودين تحتك كده في الفريق بتاعك خمس مهارة في الليدرشيب سكيلز اللي لازم تكون موجودة عندك هي الموتيفيجن إنك تكون عارف تحمس كل واحد ولازم علشان تحمس الناس الموجودة في الفريق باختلافات شخصياتهم لازم تكون عارف في الأساس احتياجاتهم ممكن واحد أحمسه عن طريق الفلوس ممكن واحد تاني أحمسه عن طريق الترقيات المحتملة ممكن واحد تالت أحمسه عن طريق إن أنا ببنيه وبطور شخصيته عشان لو أشتغل في أي مكان تاني أو راح لأي مجتمع تاني وآخر حاجة في الليدرشيب سكيلز أنت المفروض تطورها جوه الفريق بتاعك هي فكرة كلابوريشن أو التعاون إنك تخلق حاجة كده بيسموها لتيم وورك إن الناس كلها تساعد بعض لو أنا زميلي اللي موجود في الفريق أنا حاس إن هو عطلان في حاجة أنا ممكن أشمر كمي كده وانزل أكون يعني بساعده أو أكون يعني أديله العوم فإزاي أنا بقى كمدير أكون بقى حث الناس الموجودين تحت في الفريق إن هم يكون عندهم فكرة الكلابوريشن أو التعاون بينهم بين بعض دي فوالله يعني يا فلان لو أنت عرفت المانجبنت سكيلز دي مهارات الإدارة وعرفت الليدرشيب سكيلز دي مهارات القيادة وعرفت اتحققهم هما الاتنين تبقى أنت كده مدير شاطر في الحتة بتاعتك وبكده يا عزيز المشاهد نكون أنت هنا من الفكرة التانية اللي عايز أوصلها لك إن دايما المهارات بتاعت أي مدير أو أي قائد هي بتتمحور جوه الاتنين دول المانجبنت سكيلز مهارات الإدارة وليدرشيب سكيلز مهارات القيادة زي ما احنا شوفت لغاية كده حمادة اللي اتخرج وهو من الزيره خالص كده وكان لسه فريش واللي كان لسه بيبتري الشغل بتاعه عارف يعمل قيادة لنفسه كويس وبعد كده ترقى وبعد كده عارف إنه هو يقود الفريق الموجود تحته لكن حمادة ده بقى عايز يكبر وعايز يتطور في المجال بتاعه وعايز يكبر في الكائن اللي هو موجود فيه وانا نيجي للفكرة رقم 3 إن كل الخطوات اللي احنا قلناها بلكده هي هتتكرر لكن المسئوليات اللي جواها هي اللي هتكبر بمعنى لما نرجع تاني كده للمشلس اللي كان موجود فيه أنواع القيادات أو درجات القيادة فنلاقي بعد فكرة قيادة الفريق فيه فكرة اسمها قيادة فريق أكبر قيادة فريق أكبر هنا معناها إن الناس اللي موجودين تحتك هم أصلا قادة يعني أنت بتقود قادة والقادة دول بيقودوا ناس تانية علشان أنا أدير المديرين دول هعمل نفس الكلام اللي عملته قبل كده لكن هزود الـ input بتاعي أو هزود المدخلات اللي بعملها مع كل مدير فمسلا يعني في الـ management skills أو في مهارات الإدارة لما أجي أتكلم مثلا أول حاجة عن الهيكلة مش هكتفي بس بهيكلة الناس اللي تحت لأ ده هعمل هيكلة صف أول وهيكلة صف تاني هيكلة للمديرين وهيكلة للناس اللي تحت المديرين لما أجي أعمل مثلا وضع الأهداف هعمل وضع أهداف للناس دي كلها كفريق واحد سواء المديرين التحتي والناس اللي تحتهم وكمان لكل مدير لوحده والناس اللي تحتهم كمان لما أجي أعمل مثلا سياسة على شنائيس الـ performance أو على شنائس الأداء الـ KPIs هعمل KPIs لكل مدير وهعمل KPIs لكل فريق تحت المدير ده لكل واحد في الفريق عام فأنا هنا مسئولياتي كبرت أنا ما بقاش عندي الصف الأول بس بديره لا أنا بدير الصف الأول اللي تحت ده بتاع المديرين وكمان بدير الناس اللي تحتهم ده في الـ Management Skills بس لما نيج بقى نشوف الـ Leadership Skills أو مهارات القيادة هنلاقيها تقريبا هي هي لكن أنا غالبا بتعامل مع المدير اللي تحتي وخلاص أولا الـ Vision أو الرؤية اللي كانت موجودة عندي للفريق بتاعنا بقت Vision للـ Department أو للقسم اللي أنا مسكه وبقت الـ Vision دي أنا مسئولة أقولها للمديرين في الأساس وتأكد أن هما بيكونوا بينقلوا الـ Vision دي للناس اللي تحتهم فأنا هنا بطور من مهاراتي في موضوع الـ Vision أو الرؤية مش بس علشان أدي الرؤية لكل مدير تحتي لأ كمان ده أنا عايز كل مدير يقدر كمان يوصل الرؤية دي للناس اللي تحت تاني مهارة مثلا في مهارات القيادة فكرة الـ Alignment أو الترابط أنا هنا بعمل ترابط بين المديرين وبعض ومعنى أنني بعمل ترابط بين المدير والتاني هي أني كاني بحرك فريق مع فريق تاني وقدر أشوف الفريق ده إزاي بيكمل الفريق التاني ثالث مهارة مثلا هي الـ Communication أو التواصل أنا معظم التواصل بتاعي مع المديرين اللي موجودين تحتي لكن برضو بعلم المديرين إزاي هم نفسهم يكونوا بيعملوا Communication مع الناس اللي تحتهم وبحاول أشوف الـ Communication نفسه وعامل إزاي أنا ممكن ما تدخلش أنا وأعمل Communication مع الحد اللي موجود تحت خالص ده في الشركة اللي هو الحد اللي لسه fresh وداخل لكن أشوف كده ورائي بالcommunication بتاع كل مدير مع اللي تحته عامل ازاي رابع مهارة في الليدرشيب الaccountability أو الاعتمادية برضو نفس الكلام أنا بحاول إيس الaccountability والاعتمادية على كل مدير تحتي والمدير ده معناها أني بقيس كل الفريق بتاعه مرة واحدة كده عامل ازاي مهارة الموتيفيشن أو التحفيز بحفز كل مدير لوحده وتأكد برضو أن كل مدير قادر يعمل موتيفيشن للناس اللي تحته نفس الكلام برضو في الcollaboration بتأكد برضو أن كل مدير قادر أنه هو يكون بيتعاون مع المدير التاني أو مع الفريق التاني وفي الآخر برضو أن الناس اللي تحت تكون قادرة تتعاون مع بعض كأني بشوف يعني الصورة كاملة شوية عرفت تعمل كل الكلام ده وانت دلوقتي بقيت يعني مدير مديرين شاطر جدا دلوقتي يجي الدور بتاعك أنك تكون بتقود مؤسسة أو منظمة كاملة لتطوير مهارات القيادة اللي موجودة جواك لكن هديك الزتون بتاعتك في قيادة وإدارة المنظمات أو المؤسسات أنا هنا مش هدفي الأساسي هو أني أقود الأشخاص بعينها لكن هدفي الأساسي هو أني أعمل قيادة للأقسام اللي بتكون هذه المنظمة أو هذه المؤسسة أنا مش تحتي مجموعة من المديرين لا أنا تحتي مجموعة من الأقسام وليكن مثلا لو أنا بتكلم على شركة أدوية بما أني يعني خارج كله صيدلة وهكذا يعني فدلوقتي هكون بركز وقسم زي الـ HR قسم زي مثلا الحسابات قسم زي مثلا المصنع أو التصنيع نفسه كل الأقسام دي بيكون هدفي الأساسي أني أقود القسم ده عن طريق أن فيه واحد تحت كده ماسك كل قسم وكل واحد هو تحته مجموعة من المديرين زي ما احنا اتفقنا مع بعض قبل كده وبيكون هدفي الأساسي أني أقود القسم بذاته وأكون شايف الترابط بين الأقسام وبعض بكون أنا حلقة الوصل اللي بتربط كل أقسام الشركة ببعض وبالي تكون شايفة يعني زي الصورة كاملة عاملة زي لكن دوري هيكون لها أتعدى دايما فكرة أني بقدير أو بقود التشغيل في المكان ده أو المكان ده يكون شغال بشكل معين والفكرة اللي أكبر بها أو آخر درجة من درجات القيادة هي أني أقود الكيان كامل أو أني أقود المجتمع كامل أو أني أقود بلد كاملة معناها بقى في الأساس أني هنا ما بقيتش بتعامل مع الأشخاص على قد ما أنا بتعامل مع الشركة ذات نفسها بقيت كده زي بحط سيستم أو بحط نظام لكل حاجة والمسؤول اللي تحتي اللي هو بقى بيتعامل مع الأقسام هو اللي بياخد النظام ده ويطبقه بيكون كل التوجه بتاعي هو بس الشركة نفسها تمشي إزاي الشركة نفسها إزاي تطبق كل الكلام ده مش ببصي أني أبيع الفكرة اللي قدامي لمجموعة من الأشخاص تحتي على قد ما ببصي لتوجه الشركة نفسه يكون عاملة إزاي وكل الشغل بتاعي بيكون رايح في فكرة أني بحط السيستم أو براءب السيستم براءب نظام يضمن دايماً أن الشركة ماشي في الطريقين المانجمنت والليدرشيب اللي أنا رسمهوله وعشان كده دايماً يعني يقولك الجملة دي ما فيش مدير كبير أو سيئو أو رئيس تنفيذ الشركة يعمل مايكرو مانجمنت أو يعمل يعني زي إدارة لأشخاص لسه داخلين الشركة أو أشخاص في مراتب قلالة في الشركة لأنه هو كده بيضيع وقته اللي المفروض بيعمل فيه شغل تاني أهم من كده بكتير بكده نكون خلاصنا ثالث أفكار اللي قتلكم عليهم وكده نكون خلاصنا حليتنا لكن أنا هطلب منكم أولاً أنه لو الحلقة دي عجبتكم أو الاتجاه ده عجبتكم لو سمحتوا اكتبوا لي برضو في الكومنتات عشان أفهم أنكم عايزين الموضوع أو نتعمق في الموضوع ده أكتر أحب برضو أقول لكم أنه إحنا عندنا دلوقتي دورة تدريبية في ذات مؤمة جداً جداً لسه مضافة حديثاً وهي فكرة أو برنامج القيادة أو تطوير القيادة والإدارة ده برنامج مكوّن من 3 شهور لكن قوي جداً جداً ودلوقتي عليه خصم 70% وهو برنامج يعني المنتهى الأمام هو واخد كل الشهادات والاعتمادات اللي ليه علاقة بالقيادة والإدارة زي مثلاً وغير فكرة الشهادات والاعتمادات فالبرنامج ده بيدمن لك أن أنت تتدرب وتكون أنت القائد التالي في المكان اللي أنت موجود فيه وبيدمن لك أنك تعمل كده عن طريق ساعات تدريبية طويلة جداً وغير كل ده هو البرنامج التدريبي الخاص بالقيادة هو برنامج تدريبي زي ما قلت لكم بسعر مخفض ويصل سعر التخفيض لـ 70% فلو أنت دلوقتي حابب أنك تنضم للبرنامج ده وتنضم الأسرة ذات اللي فيها برامج تانية كتير زي اللايف كوتشنج زي فكرة التي و تي أو تدريب المدربين زي فكرة مثلاً الماركتينج أو التسويق كل البرامج التدريبية اللي بتتقدم دلوقتي كلها عليها عروض لغاية فترة محددة فالحق واشترك عن طريق اللينك أو الرابط الموجود تحت الفيديو ده وبس كده يا سيدي ما تنساش أنك تسيب لايك لحلقة دي لو عجبتك ما تنساش اكتب في الكومنتات اللي تحت وتقول لنا لو أنت حابب تعرف أكتر عن الموضوع ده وما تنساش كاتل سنانة الحلقة الجاية الأسبوع الجاية إن شاء الله كان معكم مايكل راشد برنامج الزتونة شكراً هو أنا قلت الحلقة الجاية الأسبوع الجاية أصلاً أحس أننا بنطلع أكتر مرة في الأسبوع يعني وكتر ها يعني استنونا الحلقة الجاية مش الأسبوع الجاية عادي يعني كمان كم يوم